السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل متابعين الأوفياء من داخل وخارج أرض الوطن أخير التطورات وأخير المستجدات والمعطيات إخواني أخواتي في قضية رضا زوج المغني يارين فكري ستكلموا بخصوص أخير المستجدات التي توصلنا بهم إخواني أخواتي فرجاء رجاء كملوا الفيديو إلى الأخير من الأول الأخير لكي تفهموا عدة نقطة ستنقشون في هذه الحلقة لا تنسوش دعم الفيديو بالليكات بارتاجوا الفيديو وعطيوني الرأي دي لكم في خانات التعليق تفاصيل جديدة غنطرقوا لي في حلقة اليوم كتخص هاد الملف المقالة أخوتي لانشراته جريدة الصباح بخصوص الضحية اللي كان معروف بالسلوكات دياله العنيفة واللي كانوا عنده صوابق قضائية إذ سبق أن أدين من أجل سرقة ساعة ثمينة من ملها ليلي كما له خلافات مع العديد من الصيارفة المتجرين في العملة الصعبة داخل الوطن وخارجه إضافة إلى حسابات تتعلق بابتزاز تجار المخدرات ريضا فارس زوج المغنية ريم فيكري لكي تعتبر ضحية في هاد القاضية هادي على أنه تمت تصفي الجسدية دياله على يد بارون كبير في المخدرات التيربو إخواني أخوتي الضحية كانت هو بخبيستو كانت هو ينتمي إلى مافيات ويتاجر في المخدرات وكان معروف بسلوكات العنف وعنده صوابق قضائية وفيت ليه دخل الحبس أربع شهور ديال الحبس اللي يدوز أربع شهور ديال الحبس اللي يدوز بسبب على أنه تدال من أجل سرقة ساعة ليسوية الفلوس مش يسوية خمسة المليون ولا عشرة المليون ولا عشرين مليون سوية الملايين صحح من مئة مليون لفوق سرق ساعة لي كتسوى الفلوس صححة في ملها ليلي وهذا الشي بسببه باش دخل الحبس ودوز أربع شهور ديال الحبس إخواني أخواتي يعني شفار بهدلو التاغم السيد كان شفار كان كي يتاجر في المخدرات كان كي يبيعوه كي يشريح تهو مع مافيات ومنين كان كي ياخد البضاعة من عند المافيوزيين فكان كي يعود فيها لبيع ولكن منين كي يجيبه شي خصوير الفلوس لمافيات ما كي يعطيهمش الفلوس وتي بدي يبتزهم وهذا هو سبب تصفية الجسدية ديالو اللي وقعت ليه معايا التوربو هادا خدا من عندو بضاعة اللي ساوية خمسين مليار دلسانتيم خمسين مليار إخواني أخواتي كانت دارت لكم فيديو ديال البارح وكان وقع واحد الخلل فعواد ما نقول لكم خمسين مليون دلأورو قلت لكم خمسين آلف دلأورو يعني فراه ناشي خمسين مليون راه خمسين مليار مخريبي يا إخواني أخواتي لكي تسالو هاد المافيا منين هاد المافيوز يعطى البيضاعة لهاد ريضا فارس زوج المغنية من بعطيه شريتي في البيضاعة رجع لي يا رزقي ولكن الضحية ما بغاش يعطي الفلوس لهاد المافيوز التوربو قال لي ما عنديش فلوس دار له البتيزاز وتيقول لي ما غنعطيكش رزقك سير بعد مني ولا غدين فضحك وهو أصلا هاد التوربو هربان بالمغرب ودبي وفرنسا تيدخليها غير بجوازات ديل صفر مزورة لأنه محكوم غيابيا فرنسا بواحد وعشرين عام ديل الحبس لمش حتبلغ به وعارفو هو التوربو فرا غيتم الأتقال ديل وغيدخلوه للحبس منين بديتي التكدلي البتيزاز وما بغيتش تعطيه رزقه اشنو دير جاب معا خمسة أخرين من فرنسا وجاوا عندهم المغرب واختاطفوه وعدبوه ومن خلال التعذيب اللي كانوا كيعدبو فيه تيقول لي عطيني خمسين مليار ديالي اللي اديتيها بضاعة اديتيها غبرة وما رجعتيش لي يا رزقي قال لي ما عنديش ميانش بلك خمسين مليار هاد الخمسين مليار اخواني اخواتي اللي كان كيت متعبه هاد زوج المغني ومتعبه احت المغني اللي دار لا عرص اسطورة يسوي ميتين مليون ميتين مليون اللي خسر عليها في العرص الخاتم اللي سوي ثلاثة ديال المليون الهداية ديال الديامو اللي جاب لأ البغاص اللي يقول لي جاب لأخواتم شلا كادويات مو اللي اعطات خمسين مليون هير كادوي في نظاركم امو 50 مليون فانا اظن ان اعطيها 50 مليون و اقول امو اعطيها لي باش تباني تتيكلاس و عندك الفلوس و عندك اللعاقة باش نباني اناس كبار في عينينا المغنية و نتزوج بها المغنية براسة من ان شافت الفلوس عك تشتت لان القاضي رفع 50 مليار الخمسين مليار اخوتيم يجمع عالفهم و تدري عك يشتت في الفلوس الفلوس موجودة اه خاص غطلب اه اشنو بغيتي الفلوس كينا انسان ما عرق فيهم ما سخفيهم ما جابهم عن طريق الحلال باش انو يعرف راسوش حل خصو يدخل وش حل خصو يخرج يعني غا شافت الفلوس كتشتت و زطمت معه و قاتلي نتزوجه مين شافت الفلوس كتشتت قاتلي غا تعطيني عشرة ديال المليون في الصداق عشرة ديال المليون في الصداق صافي ادو كان عشرة المليون عشرة المليون طعمو بي سوي عشين مليون لي كا دو مكين عشانين و ما مكين أغمس مايكل كورس ما كين غال ماركات الوعرة يعني بغيت تياشرة المليون اه ما كين غال عرص بمائتين مليون ما كين حالفلوس حهمو يغا تعطيك خمسين مليون تيبغيتي عشرة ما ايغا تعطيك خمسين مليون عكا دو ادادو وزاد شهر العسال ديال الف ليلى وليلى. لي كان السفاريات مخلي الفلوس اللي يخسر عليها. فهذا الفلوس هادو. وسيد مخدمر دام. مخدمر دام. القضية اللي قال ببو عنه كيخدم فيănه في المغرب. صانت خدا باللي كان كي يخدم فيه الضحية اللي تكلم عليه الأب دياله في فرنسا كان كي يخدم في فرنسا في صانت خدا بال ومنين دخل المغريب ندخل باش أنه يدير مشروع دياله ديال محل ديال الحلاقة المحل ديال الحلاقة إخواني أخوتي داروا ولكن من جات كورونا سدوا هذك المحل ما خدمش اليوم فمن كورونا هو السيد قيل الشومور لخدمة ولردمة كيصبحنا عصلا الربعة العشية وكيمشي كتوصل العشرات الليلة يمشي الكباريات يصهر ويزهى ويشم ويشمشم إخواني أخوتي تمك في انطلاقة هذة المغنية ريم فيكري إخواني أخوتي الدرية شافت الفلوس كتشتت وشفت العاقة عيني شرقو عيني شرقو لأنه كيقول لك الطماع تيقضي عليلك الداب وهذا كاذب فرزقو كاذب في الفلوس جايب فلوس من عد مافيوزي خاونهم لي خاون لي خمسين مليار راي خمسين مليار راي مجمع غير الفم راي فلوس صحيحة هذا واللي مايمكنش لهالضحية هذا أنه في ضرف واحد لو قيته تيقولوا لي غات جيب لي نارزقنا ولا غنصفيه عليك راي يقولهم صفيه علي لأنه خمسين مليار نغي يجيب عليهم راي يخدم حياته كاملة ما غي يقورهاش من غير أنه يتاجر معهم فالشي هذا ولكن نهارين ويتوب سالينا سدات مادا ماكين عادت قريد وماكين عارمي في الويدان ورمي في البحورة المغني يامين شافت الفلوس كتشتته الفلوس صديرة والسيد لبس عليه طموبيلات آخر موديل آخر ما يكون كي شريط طموبيلات وكيدرق بالكريان عنده طموبيلاته وكيدرق حتى بالكريان لأنه الفلوس مزيغاه وخاصه يبدل وخاصه يعقشي شوي هكا واكا وكيف ارتقف الفلوس المغنية شاقت شافت العاقة ضيرة شاقت قبلت تزوج بي وهي في أوج العطاء ديالها يالله بادية في المصار ديالها الفني عام فيها شهرة فيها فيديوات كليبات فيها فيها الدخول إلى عالم التمتي أنيشان طلعت طلعة صاروخية بيدعم من هذا الضحية اللي كان عنده فلوس هي حلي التحرق ميتم واللي ما خدم فيهم ما عارق فيهم ما جمعهم ما وانو ما كان لخدام ولا ردام كان خدم في سانتخدابل في دولة فرنسا هذي هي خدمته هذي هي خدمته كي خلاب أقل لك جمع شوية الفلوس وجابش يدير مشروع في المغرب هيدير مشروع تلح من جات كورونا سد المشروع رماشي حجة جات كورونا سد المشروع لا ما قدش يقابل المحال ما يمكنش لي يقابل المحال هو السيد ولا عنده الفلوس صحيحة ولا وشو يبقى مقابل محال يدخل لي 40 أفريال في النهار هو عنده 50 مليار في شيبو رمي يمكن أغيو لي جيدك شي غد خرباق لأن الحلال صعيب على بحالة الناس الحلال راير موالي الحلال اللي تعرفوا الحلال وليتي تدوقوا طعم الحلال إخواني أخوتي التور بو الإخوة الكرام المافيوزي اللي صفاها الزوج المغنية كي يعتار في بلسانه أمام أنظار نياب العام وتي يقول لهم أنا صفيتها لي لأنه بدك يديلي البتزاز وما بغاش يعطيني رزقي كان تساله 50 مليون طلق أورو 50 مليار مغربية وما بغاش يعطيها لي مين كان قولي يعطيني رزقي كي يقول لي غد شو يتبعدني ولي غنفضحك وأكد أمام أنظار نياب العام على أن الضاحية عنده بزاف ديال المشاكل في أوروبا مع تجار العملة الصعبة وعصابات ترويج المخدرات يعني عنده مشاكل معده كل كي يدخلوا ويخرجوا في الأموال تبييض الأموال يعني إخواني أخوتي متورط حتى هو مع بزاف ديالناس اللي تيدلوا تبييض الأموال وتيدخلوا الفلوس بطريقة غير قانونية للمغرب والدول أخرى وكي أكد هذا المجرم الخطير أمام أنظار نياب العام على أن الضاحية كان معروف بالسلوكات العانيفة دياله مع عباد الله واحد وش ثلاثة قال لك كي يبغي يضرب وكي بغي يتقاتل وهات شراء أكدو حتى الأب والصديق ديال ضحية هذه النقطة العصابة ديال المخدرات أمام أنظار النيابة العامة المغنية اللي تزوجات بهاد المافيوز هذا اللي هو كي تعتبر ضحية هاد المافيا اللي صفوالي بطريقة وحشية قردولي الجودتا ديال ورموها في الويدان يعني لدرجة أنهم ملقاوش الجودتا ديال كاملة باش يتم المراسيم ديال الدفن من طرف العائلة ديال القواعاش شوية فإذا ما زالت يبحتو والتيربو ما بغيش يوريهم الجودتا كاملة يعني قال لما نرميتها في الواد من كل جهة نسيب وصافي سيب الجودتا ديال فهد المغنية هدي ما تسألاتش على هد الفلوس منين جول هد الزوج ديالها قبل أن ما تعقد هي وياه العقد ديال الزواج ما تسألاتش منين كي جوا هد الفلوس منين جاب هد الفلوس لهدايا الكاضويات عشرات المليون في الصداق طوموبيل سوية عشرين ديال مليون عرص اللي سوية مئتين مليون مول اللي عاطي خمسين مليون باع عاطي الفلوس صحيحة يعني هد شي كان خاصو يخليها تسأل فاش خدام شنو نوع الخدمة ديالك منين جو كاد الفلوس فالسيد ما خدم مرد دم كيف يقحت لربعة العشية وكيمشي في الليل كيصهر في الكاباري ما خدم موالو عندو هد الفلوس كاملة يعني هنا كان خاصو يدخلها شكوك وشكوك كبيرة لتخليها تسأل من جو هد الفلوس وللأب يقول لك أنا ولدي كما نخص من حتى شي حاجة اللي بغا نصف هالي اللي بغا هك نعطي هالي اللي بغا هك تعطي علي سيئتكم فاش خدام حتى انت اللي كت تعتبر حتى انت لباس عليك وعند فلوس ومن طبقة غنية احنا ضمن مع هد الوالدين لأن هم يبقى ولدين ولكن باش يدرجوا على ولدهم الحقيقة ديالو وكيفاش كان وشنو نوع الخدمة ديالو وكيفاش كان كيعيش هد شرا ماشي معقول يعني احنا بغينا غير الحقيقة تبان الحقيقة تبان وحتش طرف ما يتضلم ضمن معهم كوالدين لأن هم ترزاو في كبتهم ترزاو في ولدهم أعز ما عندهم وهذا ما كيمنعش على أن هم يقولوا الحقيقة كيفاش كان كيعيش وولدهم كيفاش وولدهم كان خدم في سنتر دابيل في فرنسا وفي الدهاز ديال مرتو ما كينغار لوي في ما كينغار ماركات الوائرين وما كينغار ديال موك يتشير العرس أستوري مئتين مليون على العرس أبار الكادو أبار موبيلي سوي عشر مليون أبار عشر ديال مليون اللي طلبت لي مرتو في الصداق يوم من شافت الفلوس كتشاير طلبت عشر ديال مليون في الصداق أصلا تدري يالله بادية في المسيرة ديال الفنية ويالله تشهرات وغات مشيت غبن راسها مع واحد اللي مزيل ما عنده لا ريال ولا جوج بطبيعة الحال شافت الفلوس كتشاير شافت العاقة شافت الكضويات شافت الهدايا شافت شافت نضت تزوجت به ما فلتات وش ولكن الخطير في الأمر هو أنها سيدة ما قلبت عليه فش خدام ما عرفت هاد الفلوس اللي كتارين بلا قياس منين جيين و يعني سيد ما يخدم ما كيردم تفقت ربعة تلعش من جو هاد الفلوس هاد الفلوس عاش واحد المدة اللي هي قصيرة تمتع فيها ومتع فيها هاد المغنية معاه هاد هاد صفا والي حتى في الفيديو لاحطوا الطريقة باش هربان يعني كيعرف هم كيعرف هم ش أعش هم جيين ليه ناد كي جري و في الأخير صيف طوله قرطاصة للرجلين ديالو بالمسدس الكهربائي هاد شرا ما تبغيش لعدوك راي لحول والاقوتي لبالله العلي العظيم والله العظيم يبقى فينا الولد قصام بلا إخواني أخوتي ولكن هادي هي الحقيقة هادي هي الحقيقة دل أنه تهو كان حاش يرسو مع مافيات وكان تهو كي بتز مافيات ودال هذا معروف من أخطر المافيوزيين في العالم راه فرنسا حمق فرنسا راه فرنسا لقدر كل شي بلاه راه بلا فرنسا والشباب ديالفرنسا كاملين حمق فرنسا وداخل فرنسا وخارج بالفور يا الشيفور وبجوازات صفر اللي يمو زواروا ما عايقينش به بأنه هو اللي داخل يعني إخواني أخوتي إنسان اللي هو خطير جدا وفايت مصفيها الواحد مغربي في فرنسا واللي عنده جنسية فرنسية ولكن من أصول مغربية يعني السيد معروف بالقتيلة معروف كيدفن ودفنوا في الغابة صفاء لي ودفنوا في غابة هاتشي في فرنسا والتحكم غيابيا بواحد وعشرين عام لأنه عصفاء لي خرج من فرنسا ومشى لدوبي تخبى في دوبي من بعد يمشي من دوبي للمغرب ومن يدخل لفرنسا يدخل لها بجوازات صفر مزورة كل مرة دخل بباسبور في شكل كيف خلت هالمغنية هات الزواج اللي تزوجت بهات السيد هذا كان ايرور فعلا كان ايرور لأنها ما قلبت على هات السيد شكون متاشي حاجة واشف نظركم الزواج اللي كيتلاقى واحد جوش في كاباريات عشنو كتنتظر من هات الزواج ربي غيبارك فيه وعلاش اصلا هات المغنية هات الزواج بات السيد هذا واللي ما خدام ما ردام غا طمعات كون ما رقاتش عنده ارزق صحيح ولي يالله بادية في المسيرة ديالة الفنية يالله طالعة طالعة صاروخية غا تسمح في الفن دياله وغا تسمح في الشهرة دياله وغا تمشي تغبان راسع مع واحد ما عندوش مع واحد يالله تزوجه هو إلا ما كانش عنده رزق صحيح علاش غا نغطيه الشمس بالغربال راه الطمع كي يقضي علي الكداب وهات الزواج اللي كان بين هات الزواج انا ما كان اعتبروش زواج شرعي انا كان اعتبرو اخواني اخواتي الزواج ديال بيزنز تبزنيزة وبزاف ديال ناس يتتزوج بيزنز لأن الزواج ديالهم مصلحة يعني اخداتوا شافت الفلوس شافت العاقة شافت طموبيلات اخر موديل شافت الهدايا لكادوا ما كان على الديامو ما كان على الفلوس صحح ما كان على العشاوات في رستورون اللوكس ما كان على ويفي طون شانيل ما كان على ارميس ما كان واح بزاف بزاف يعني غا تشهق الدريا عنده 21 عام 22 عام را تشهق ورا تنية سليمة لدياله ولدياله والله العظيم تربيك غي يكمل عليهم ولكن اخواني اخوتي ما دم انه هاد سيد هدا كين تام المافيات وعنده صوابق عدلية بخصوص ما انشراته جريدة الصباح كيقول لك على انه تدان بربع شهور حبس النافي دون ودوز الحبس على قبل الصارقة شافر في كباري لوحد الراجل ساعة اللي ساوية كتر من ميتين مليون هادي غا ساعة ما قانا ما قانا اللي ساوية ميتين مليون شافر هالواحد في كباري واللي التعتقل على قبلها ودوز ربع شهور ديال الحبس علاش العائلة ديال الضحية ما قالوش هاد النقطة علاش حتى الصحفة وبالخصوش جريدة الصباح هي اللي خرجات بهاد النقطة هادي وناقشات هاد النقطة وصرحات بهاد النقطة وفضحات عائلة الضحية والضحية تهوى ساعة ديال مقانا شافر هوتدان بربع شهور ديال الحبس وعندو علاقات مشبوهة مع بزاف ديال المافيات وعندو علاقات مع اموال تجارة في الاموال وكيدخلوا الاموال بطرق غير قانونية تبييد الاموال يعني السيد مخنز مخنز سيتا وخارج معهم لها ديريكت القصة اللي كان خرج بها الصديق المقرب ديال الضحية وكيقول علا انو صاحبي انو ياك نا قالسين في كباري الناس متيقصوش في ديغستورون عاديين وتيقصو في فقهاوي وتيقمش وين الكباريات على الكباريات على الاماكين ديال الفساد والاماكين ديال الشم والاماكين ديال لغبر ركو شي كيشم كل شي اخواني اخواتي ما كين عاد تنفوس تنفوس الشم الشم اخواني اخواتي ف قال لك كم تقلس انا والصادق ديال الطحية شوية صاحبي نا شاف واحد خينا ونا مشال عنده شنق عليه قلي بغيت رزقي بغيت رزقي قال ما عنديش ناد تربو من طبل اخور وقال لي شنو بغيت عن صاحبي قال لي بغيت فلوس قال لي ما عنديش ما غير عطيك فلوس لان داك الشي اللي عطي تي هو هدك ما خدام شلي صاف قال لكم شاف حالاته قلص لاخ رجع قلص في الطبل ولاخ مش عاو تني قلص في طبل هاد القيص خيالية خيالية من وحي الخيال ديالهم اخواني اخواتي لكن رأى القضية فيها العكس العكس اخواني اخواتي يا اما تكون هاد القضية في عين انطرات ولكن هادك ماشي التيربو وماشي صاحب التيربو غيكون هنا صخرين اللي غيكون باع لهم ضحية شي سلعة باع لهم البيضاعة ومعطا وش لفلوس لانه قل لك ذاك شي فاشيل ماشي هو ذاك ما طير عمش في اسم مزيان كيف مموال في ما تش حاجة اما القصة الحقيقية هو انو هاد ضحية هاد دار هو وهاد المافيوز التيربو دار هو وياه مشروع خدمة خدموا مع بعض اياتهم المافيوز التيربو اعطاه خمسين مليار ديال السلعة ديال البيضة البيضة مونامور الغبر خمسين مليار ديال الطحين ودقيق اعطاه عليه باش يعود فيها البيع وغي خلصو غيعطيها رزقو غيخلصو ها نطيت اديت اذاك شبعت جمعت الفليسات وزتي المغريب زتي المغريب شحال هو تيقلب عليه ومن يلقاه جال عنده صفا عليه ويا انه هالضحية من نفس الحي او من نفس المدينة ومن نفس المنطقة اللي كيسكن فيها هالتوربو في فرنسا نفس المنطقة اللي كيسكن فيها هالتوربو في فرنسا هي نفسها اللي كان كيسكن فيها هالضحية هذا يعني كيتعارفوا مع بعض اياتهم وتبعوا حتى المغريب وصفها عليه وهو كيتعرض للتعذيب وكيقول ليه ويقودوا لي المجموعة لتدى 10 مليار لان 50 مليار خطيرة خطيرة مجموعة غير الفم يجلي ايوه يجيبوهم لعائلة ويحاودي في البيع يعودوا في البيع ومرطه من يجيبوه الى 50 مليار عندنا سنل المراسك يقولون لا يجري ان نجيبون لكم الفلوس يجب عليهم بكثرة ما يعتبون فيه تفارق الحياة ومن بعد ما شافوه توفة صفي ناضوا قرضوه باش يخفيوا معالم الجريمة وصيبوه في نهر بورجراك بين مدينة الريباط ومدينة سالة إخواني أخوتي لحولة والقوتي لبالله العلي العظيم هاتشيولا كيخلع وهاتشيحنا كنعرفوه كين غير في الأفلام كنشوفوه غير في الأفلام في المسلسلات دكشيد الأكشن تولينا كنشوفوه داخل أرض الوطن وإنك شوفوه مافيات اختطاف جيب ربعة ديالناس ولا خمسة ديالناس من التمين كيهزوا واحد من باب دارو تيجري قرطصوه بمسدس ديال الضو ما كيسمعش عكلوه طاح ناضوا بقوا عليه ببات شري تربح شخشخوه دخلوه للطموبيل إني دكشي ديالأفلام دكشي ديالأفلام إحنا بلادنا بعيدة كل البعد على هاد التخربيق إحنا بلادنا فيها الأمن والأمان ما موالفين شو نشوفوه بحال هاد الكواريت ما موالفين شو نشوفوه في بلادنا بحال هاد المصائب والمافيات والخطاف والتعديب رأي لا حوله ولا قوة إلا بالله العظيم هاد شيره ما بغاش يدخل لنا الرأس صراح مصيبة مصيبة بكل ما تحملو هالكلمة من معنى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة